موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم كان الكلام سابقا إخواني فيما يرتبط بحرمة ارتكاب التضليل وتطرقنا إلى التضليل فوق الرأس الكلام فيما يرتبط بالتضليل الجانبي أن يستر أحد جانبيه عن الشمس مثلا يجوز أو لا يجوز أنتوا شايفين أثناء الحج بعض الحجاج يركب باص مثلا سقفه مفتوح لكن جانبا الحافلة يستراني عن الشمس ولهذا يضعون البعض أخشاب أو ما شابه ذلك بحيث يرتفع رأسه يرتفع رأسه ومن كبي يبين شيء من صدر مثلا الآن هذا التضليل الجانبي يجوز أو لا يجوز يجب تجنبه أو لا محل خلاف بين الفقهاء بعضهم لا مانع من التضليل الجانبي كما هو رأي السيدين السيد الإمام والسيد الخمنائي بعضهم لا يجوز كما هو رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه بعضهم يحتاط في ذلك خصوصا طبعا الكلام فيما إذا كان المحر مراكبا لا أنه راجل إذا كان المحرم راكبا كأن راكب باص مثلا هل يجب عليه أن يتجنب ما يستر وصول الشمس إليه أو لا السيد السستاني يحتاط وجوبا في تجنبه إلا يذكر إلا إذا كان المحرم رأسه وصدره بارزان للشمس إذا برز الصدر والرأس للشمس لا مانع من ذلك المعبر عنه بالإضحاء ما لم يمنع من الإضحاء إذن الخلاصة أن التضليل الجانبي على وفق رأي السيد الخوئي يجب تجنبه إذا لا فرق بين التضليل الجانبي والتضليل الذي هو فوق الرأس عندنا بعض الأمور المهمة جدا في التضليل إحنا قلنا أنه لا يجود التضليل نهارا الليل محل خلاف التضليل في فترة ووقت بين الطلوعين يعني بين طلوع الفاجر وطلوع الشمس افترض مثلا أن الإنسان بناء على رأي السيدين السستاني والخمنائي أحرم من الميقات وخرج بالليل والليل جوز ارتكاب التضليل ما لم تكن السماء ممطرة على الأحواط وجوبا لكن أثناء المسيرة أخروا بالتفتيش بالإجراءات القانونية ودخل عليهم الفاجر الآن وقت الفجر يجوز التضليل أو لا يجوز التضليل عند السيدين السيد السستاني والسيد الخمنائي يجوز لأنهما يلحقان بالليل لا مانع من ذلك هذا إذا كان التضليل ليلا طبعا عند السيد الخوي واضح المسألة أنه لا يجوز لأنه لا يفرق بين الليل والنهار المسألة الأخرى التضليل داخل المنزل الواحد أو المنطقة الواحدة إذا دخل المحرم وصل إلى مكة ودخل مكة الآن الآن من دخل مكة قد الإنسان دخل مكة في النهار يجوز التضليل أو لا يجوز التضليل أو على رأي السيد الخوي دخل مكة ليلان التضليل داخل مكة يجوز أو لا يجوز الجواب أنه عند السيد الخوي لاحظوا السيد الخوي مع أنه يرى حرمة التضليل ليلا ونهارا عند السيد الخوي وعند الإمام وكذلك الشيخ أنه لا مانع من التضليل داخل مكة ماكو فرق ليلان يجوز نهارا هم يجوز أما عند السيد السستاني والسيد الخمنائي الأحوط عدم جواز التضليل داخل مكة الأحوط تجنب ذلك نعم السيد الخمنائي يذكر أنه من أحرم بالحج داخل مكة يجوز التضليل في مناطق مكة لكن أتكلم على من جاء من مكة من الخارج من الميقات خرج من ميقات الشجرة وصل إلى مكة الآن لما وصل إلى مكة يجوز التضليل أو لا يجوز خصوصا بعض الحملات تروح مباشرة إلى السكن ولما تروح إلى السكن متى يروحون يسوون الأعمال بالمسجد الحرام يطلعون بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد شروق الشمس يطلعون الآن التنقل من السكن إلى المسجد الحرام رأي ركبون باص هذا يجوز أو لا يجوز ذكرت أنه عند السيد السستاني والسيد الخمنائي الأحوط وجوبا تجنبه كما هو في الاستفتاء على موقع السيد الخمنائي هذا واضح نعم السيد الخوي يقولنا يجوز لكن ينبغي أن نلفت النظر السيد الخوي يقول الكلام في جواز التضليل هذا كلام عام في المنطقة الواحدة أما إذا كان المحرم يتنقل مثلا من مكة إلى عرفة أو من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى ميناء هذا تعتبر مناطق متعددة لا يجوز التضليل عند الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى هذا متفق عليه التضليل من منطقة إلى منطقة أخرى غير جائز ليلا نهارا عند السيد الخوي التفصيل المذكور عند السيدين السستاني والخمنائي يجوز ليلا ما لم تكن السماء ممطرة لا يجوز نهارا إذن التفتوا أخواني التضليل بين منطقة وأخرى من عرفة إلى مزدلفة من مكة إلى عرفة هذا لا يجوز الآن نأتي نعم في نفس عرفة هذه منطقة واحدة يجوز عند السيد الخوي مزدلفة منطقة واحدة يجوز عند السيد الخوي يحتاط قلنا السيد السستاني والخمنائي في ذلك الكلام أخواني أنه الآن عندنا مكة القديمة اللي بيها المسجد وعندنا الأحياء الجديدة من مكة مكة المستحدثة تعتبر منطقة واحدة أو عبارة عن منطقتين البعض يقول السيد الخوي يجوز في مكة الجواب في مكة إذا كانت في المنطقة الواحدة الآن مكة القديمة ومكة الجديدة عبارة عن منطقة واحدة أو عبارة عن منطقتين السيد يحتاط في ذلك يعتبر أن مكة القديمة ومكة الجديدة عبارة عن منطقتين وليس عبارة عن منطقة واحدة وبالتالي إذا قلنا بأن السيد الخوئي يرى جواز التضليل في مكة في مكة المنطقة الواحدة وليس عبارة عن منطقتين وهو يحتاط في كونهما منطقة واحدة يقول الأحواط عبارة عن منطقتين في هذه المسألة هناك من يرى أن مكة كلها منطقة واحدة كما هو رأي سيد السستاني كما هو رأي سيد الخمنائي وبالتالي يمكن حل لمقلدي السيد الخوئي أن يرجع في هذه المسألة مسألة كون مكة عبارة عن منطقتين القديمة والجديدة إلى من يرى أن هذه المنطقة منطقة واحدة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة